السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغيتوا جيوا تقرأوا في كندا ويتدروا تصريح دراسة في كندا ما عندكمش إمكانيات لماديا اللي قوية ما عرفيش كيفش تبدو الإجراءات سمعتوا على تخفيضات ديال كيبك اللي غادي سيبدأ في سبتمبر آخرين 23 فبقوا معايا أنا الأستاذة بتي سامو استشارة الهجرة الكندية المعتمدة من مكتب الهجرة ولكن سأشرح لكم جميع التفاصيل بعد هذا الفصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذة بتي سامو من مستشارة الهجرة الكندية المعتمدة اليوم غادي نهضره على تخفيضات اللي كينا اللي غادي سيبدأ ابتداء من سبتمبر آخرين 23 هي غادي سيبدأ ابتداء من سبتمبر آخرين 23 ولكن احنا بدينا دائجا كنخدموه على طلبات الدراسة بنسبة الناس اللي تصلوا بنا فدائما تصريح الدراسة في كندا عنده كثير ديال الأمور كثير ديال حيتيات فيه بزفت يال لازم نشتغلو إليه كما يجيب لبغينا واحد النتيجة اللي هي تكون إيجابية دوك غادي نشرح ليكم لأنه كين بزفت يال قيلو القال على هاد الأمور دوك غادي نشرح ليكم شنو كين ألغو بكولي بساطة فكيبك عملت واحد التخفيض للناس للطلبة الأجاني بالناس اللي جاي من على بره بش يقرعوا في كندا وهاد التخفيض هذا غا يبدأ يدخل حيث تنفيذ بسداء من سبتم 2023 لكن بشروط معينة ماشي قاع تخصصات ماشي قاع يعني المجالات إلى آخره ألغ من ديمن يعني المجالات اللي غا تدخل يعني في هذا التخفيض يعني المجالات ديال الدراسة المجالات اللي المجال للإنسان يقدر أنه يدفع في إطاره أو التكوين اللي يقدر الإنسان أنه يدفع فيها باش ياخد طلب يعني لادميسيون باش ياخد القبول من عندك كل كم مرحلة أولى أولا عندك مجالات المعلوميات كل ما كيتعلق بالمعلوميات ثاني مسألة مجال الصحة والخدمات الاجتماعية ثالث مجال فهو مجال التربية بحال مربيين الأطفال إلى آخره على سبيل المثال وخامس مجال فكين بالنسبة يعني المجال ديال التعليم كذلك والمجال ديال الجيني الجيني ما عارت كيفاش كنقوله الجيني بالعربية ما الناس عادي يقدروا الجيني سيفيل من غير هاد المجالات فالإنسان شنو هي الشروط بالضبط شنخصنا أننا نديرو باش نستفدو من هاد التخفيض يعني بالنسبة للتخفيض فهو كين في بعض التخصوصات أو مستويات التعليم غايكون الإنسان قاع التعليم غايكون مجاني وكان في بعض المستويات اللي غادي يكون تخفيض اللي يقدر أنه يصل الطالب اللي جاي من على بره يخلص نفس تمان بحاله بحال الطالب اللي كان في كندا نخصكم تعرفوا أن الطالب اللي كان في كندا فتاة وما يخلصوا راماشي مجاني أوكي يعني الناس اللي عندهم جنسية كنادية أو الناس اللي عندهم إقامة دائمة فبسداء من الدراسات العليا يعني ما فوق التانوي اللي هو سيكوندار فما فوق فكان خلصوت احنا يعني ماشي مجاني بالنسبة لنا غاي واشنو غادي يوقع أن الطالب الأجاني في الأول كانوا يخلصوا يقدر نسبة زيدة على الناس اللي كانوا في كندا فدبا غايخلصوا نفس النسبة الآن من ضمن الشرط أول حاجة أن الإنسان خصو يكون طالب يعني بدوام كامل يكون ضروري أنه خصو يكون مسجل في واحد الكل اللي معترف بها ما عند الدولة يعني الانتابلسمن دونسيني دونسيني الانتابلسمن دونسيني رجعوا للفيديوهات القدام اللي كنت شرحت لكم في هذه المسائل الكاملة ومن بعد ضروري أنه يعني المستوى خصو يكون يعني من كوليجية الفامة فوق وخاص الإنسان يكون سجل في ريجيون ديال كيبك يكون خارج موريال من بعد غادي نشرح لكم بالضبط نعطيكم الأسماء بالضبط ديال الجامعات وديال الكوليج اللي غا تستفدوا إلا تسجلتوا فيهم غادي تستفدوا من هذا التخفيض با دونك بقوا معيات الأخير الافيديو من قبل ما نكملنا انت اللي كتشوفوا فيا وكأول مرة كتزوروا القناة ديالنا فالقناة كت كتهم كل ما يتعلق بالهجرة بإجراءات الهجرة برامج الهجرة يعني كنعطيهم معلومات قيمة ومجانا لجميع الناس اللي ما يقدرش يقدرش يجيول عندنا كمكتب لأنه بحكم تجربتنا فنزولوا هاد المهنة منذ أدة سنوات فهال المعلومات اللي كنعطيو أربعة فيديوهات قيمة يعني كل أسبوع فكت كندعيكم أنكم تشاركوا بكل بساطة في القناة باش دائما يجيكم الجديد ويعني وتضغطوا على جرس باش في منحة أي فيديو كيكون عندكم يعني كتتخبروا بها ألخ متنو يعني دابا غادي نهضرو على شنو هما اللي زيتابلسما شنو هما اللي كوليج اللي معترف بهم أو الجامعات اللي معترف بهم اللي إدا سجلتوا فيهم فغا تستفدو من هاد التخفيض ألخ بند من هاد الجامعات كينا الونيفرسيته دي كبك نابي تيبي تميس كامنج كينا الونيفرسيته دي كبك على شك أنتشكتامي الكن الذي يسرجت له tبا كومو كان يسرجت له في بس في التعب و مما الألي فن يعني في م Ing clamp Estamos مما. المتاطقة السمادة الكثير التقراتي menos من عد الأربية جوليت كالسجاب دلوتاوي كالسجاب دريموسكي إلى آخره. إذا بغيتو نحط لكم لعليست ديالي سجاب بالتطقيق ونحط لكم لليان اللي غطيحوا في العليست كاملة لإحة هاد المداري أو هاد الجامعة المعترفة بها فممكن تخليوا لي الكومنتر تخلي جاوب ديالكم في الكومنتر وخليوا لي كذلك يعني شنو هما الموضع اللي كتبغيوا نحضروا عليهم. بنسبة الناس اللي بغني تسجلوا في هاد الجامعات فحنا كنت تكلفوا بجميع الإجراءات من الألف إلى الياء يعني بسداء من تسجيل إلى تاني مرحلة اللي هي اللي هو إجراء تاني كنديرو وكالإجراء تالي اللي هو طلب تصريح الدراسة. دونك كنتمنى أنه يكون واضح إلا كان عندكم أي سؤال فخليوا لي دائما الأسئلة ديالك في الكومنتر بغيتو عندكم اقتراحات أو أسئلة أو أي حاجة فدائما نقرأ للكومنتر فمرحبا بكم وشكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.